ردا على تصريحات المتحدث باسم ما تعرف بقوة سوريا الديمقراطية التي تشكل الأكراد عمودها الفقاري بشأن تعرضها لقصف جوي روسيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد أن القوات الجوية الروسية لم تشن أي غارة جوية ضد تلك القوات بالقرب من مدينة دير الزور شرق سوريا بيان وزارة الدفاع الروسية نفى توجيه ضربات جوية ضد ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية في مدينة دير الزور شرقي نهر الفرات وقال البيان إن الغارات الجوية الروسية لا تستهدف سوى تنظيم الدولة المتطرف بشكل مخطط وذلك بعد أن يقوم الجانب العسكري الروسي باستطلاع المنطقة وتحديد الأهداف المطلوب ضربها بالتنسيق مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لتجنب وقوع إصابات عرضية أو حوادث غير مقصودة وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد قالت في وقت سابق إن مقاتليها تعرضوا صباح يوم السبت الماضي لغارات جوية روسية وسورية شرقي نهر الفرات في دير الزور حيث تشن تلك القوات المدعومة أمريكيا هجوما واسعا ضد مقاتلي التنظيم المتطرف مما أصفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وعبرت تلك القوات عن إدانتها لتلك الضربات الجوية التي قالت إنها لا تخدم سوى المتطرفين فقط وأكدت تصميمها على المضي قدما في محاربة تنظيم الدولة المتطرف ترجمة نانسي قنقر